يحتفل العالم في التاسع من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للبريد وهو الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي في عام 1874 في العاصمة سويسرية بيرد وقد تم الإعلان عن تاريخ اليوم العالمي للبريد في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في توكيو في اليابان عام 1969 تشارك كل دول العالم في الاحتفالات وتستخدم العديد من الدول المناسبة لعرض وترويج المنتجات والخدمات البريدية الجديدة تقوم بعض الدول بتعزيز خدماتها البريدية أو تقديم منتجات جديدة في اليوم العالمي للبريد ومكافأة موظفيها عن إجادتهم في تقديم الخدمات كما تنظم معظم بلدان المعارضة لهواة جمع الطوابع وتصدر طوابع الجديدة بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى كعرض ملصقات اليوم العالمي للبريد في مكاتب البريد والأماكن العامة وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وغيرها ألزمت بلدان عديدة نفسها في العمل معا لتحقيق 17 هدفا هي أهداف التنمية المستدامة ولخدمات البريد دورها في الجهود العالمية التي تبذل في هذا الصدد من خلال توفيرها الهياكل الأساسية اللازمة للتنمية ترجمة نانسي قنقر